كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية في مدينة واشنطن مع معالي السيد هوبرت مكماستر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي وخلال الاجتماع تم استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومسارها المتطور وتنوعها المثمر وما تشهد من تقدمين على المستويات كافة وتبادل وجهات النظر حال أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعرب معالي وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لما يجمعهما من تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وحرصها على توسيع أفاق التعاون بما يعزز المصالح المشتركة ويسلم في تحقيق تطلعات البلدين الصديقين في الوصول لمرحلة من الأمن والاستقرار تعم كافة دول المنطقة وتدعم التنمية والرخاء لشعوبها وتعزز التعاون المنى بين دولها وأشهد معاليه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لأجل ترسيخ الاستقرار في جميع الحال العالم وأسعيها الدائم لوضع السبل الكفيلة لحل الأزمات التي تواجه المجتمع الدولي وفي صدارتها الإرهاب بمختلف أشكاله من جانبه رحب معالي السيد هيربرت ماكماستر بزيارة معالي وزير الخارجية مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار وتطوير التعاون الوثيق مع مملكة البحرين وموصلة توطيد العلاقات الثنائية المشتركة وجهود إرساء الأمن والسلم في المنطقة ونوها معالي السيد ماكماستر بالجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب مؤكدا مساندته ودعمه لهذه الجهود ومتمنيا لمملكة البحرين كل التقدم والرقي